مادة التربية المدنية 1- السلطة التشريعية أداة أساسية من أدوات الحياة الديمقراطية 1- أذكر هيئات السلطة التشريعية في الجزائر 2- للبرلمان مهام متعددة أذكر أربعة منها هيئات السلطة التشريعية في الجزائر 3- عندنا المجلس الشعبي الوطني يعني الغرفة الأولى 4- وعندنا مجلس الأمة الغرفة الثانية مهام البرلمان ما هي 5- تشريع الغوانين في جميع المجالات 6- مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها 7- مراقبة أعمال الحكومة 8- التصويت على الميزانية السنوية 9- المبادرة باقتراح تعديل الدستور 9- إذنان إليك مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات 10- صنفها حسب الجدول الآتي 10- عندنا رئاسة مجلس الحكومة 11- مراقبة عمل الحكومة 12- التمتع بالاستقلالية 13- التصويت على الميزانية 14- إصدار العفو وتخفيض العقوبات 15- رئاسة مجلس الوزراء 16- محاربة المخالفات القانونية 17- إعداد ميزانية للدولة 17- عندنا هنا جدول به أربع خانات 18- الخانة الأولى 19- عندنا رئيس الجمهورية 20- رئيس الحكومة 21- البرلمان 21- والقاضي 21- إذن سنصنف هذه العبارات 22- داخل هذا الجدول 22- خانة الأولى 23- رئيس الجمهورية 23- من مهامه رئاسة مجلس الوزراء 24- إصدار العفو وتخفيض العقوبات 24- رئيس الحكومة 24- من مهامه رئاسة مجلس الحكومة 25- وإعداد ميزانية الدولة 25- البرلمان 26- التصويت على الميزانية 27- ومراقبة عمل الحكومة 27- أما مهام القاضي 28- من خاصيته التمتع بالاستقلال 28- ومحاربة المخالفات القانونية 29- ثالثا عرف ما يلي 29- الحكومة 30- الدستور 30- مجلس الوزراء 31- المجالس القضائية 31- والبرلمان 32- عندنا تعريف المصطلحات 32- الحكومة 33- هي جهاز إداري تنفيذي 34- يتكون من رئيس الحكومة والوزراء 34- الدستور 35- هو القانون الأعلى للبلاد 35- يتضمن مجموعة 36- يعني من القواعد الأساسية 37- التي تبين طبيعة نظام الحكم 37- وتحدد الحقوق والحريات والواجبات 38- مجلس الوزراء 39- هو مجلس يشمل أعضاء الحكومة 40- ويترأسه رئيس الجمهورية 40- المجالس القضائية 40- هي الدرجة الثانية من درجة القضاء الجزائري 41- توجد على مستوى الولايات 41- البرلمان 42- هو الهيئة التشريعية في الجزائر 42- تتكون من نواب 43- يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام 44- المباشر والسري لمدة خمس سنوات 44- السؤال الرابع 43- عرف مجلس الأمة والمحكمة العليا 44- عرف مجلس الأمة والمحكمة العليا 44- مجلس الأمة هو الغرفة الثانية للبرلمان 44- ينتخب ثلثيه عن طريق الاقتراع العام 45- من طرف المجالس المنتخبة للولائية والبلدية 45- ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير 45- المحكمة العليا هي أعلى هرم في النظام القضائي العادي 46- تختص بتقويم أعمال المحاكم والمجالس القضائية ومقرها العاصمة 47- تضمن أحد أبواب الدستور فصل سلطات الدولة وحدد صراحيتها 48- سمي سلطات الدولة الجزائرية ومن يتولها 49- ما أهمية الدستور 50- الإجابة سلطات الدولة الجزائرية هي 51- السلطة التنفيذية 52- يتولها رئيس الجمهورية والحكومة 53- يعني مجلس الوزراء 53- السلطة التشريعية 54- يتولها نواب البرلمان بغرفته 55- المجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة 55- ثالثاً السلطة القضائية 55- يتولها رجال القضاء 56- ضمن المحاكم 57- الإبتدائية 57- المجالس القضائية 58- والمحكمة العليا 58- والمحاكم الإدارية 59- ومجلس الدولة 59- أهمية الدستور 60- يبين طبيعة نظام الحكم في الجزائر 60- ثانياً 61- يمثل القاعدة القانونية للتشريع 61- ثالثاً 62- يكفل الحماية القانونية 62- رابعاً 63- يضمن حقوق المواطنين 64- وحرياتهم الأساسية 64- خامساً 65- ينظم عمل السلطات 66- السؤال السادس 67- العمل النقابي 67- حق دستوري 68- نص عليه الدستور الجزائري 69- عرف التنظيم النقابي 69- من يحق له ممارسة العمل النقابي 70- أذكر بعض التنظيمات النقابية 70- المعتمدة في الجزائر 70- أذكر ثلاثة أدوار للنقابة 71- إذا الإجابة تكون كالتالي 71- تعريف النقابة هي تنظيم 72- يكونه العمال الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة 72- أو قطاع النشاط الواحد 73- للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية 74- من يحق له ممارسة العمل النقابي؟ 74- هم العمال، الأجراء، أصحاب المهن الحرة 75- أعيد هم العمال، الأجراء، وأصحاب المهن الحرة 75- بعض التنظيمات النقابية المعتمدة في الجزائر 76- عندنا الاتحاد العام للعمال الجزائريين 77- عندنا النقابة الوطنية المستقلة للصيادلة 77- النقابة الوطنية للبريد والموصلات 77- أذكر ثلاثة أدوار للنقابة 78- أولاً حماية مصالح العمال المادية والمعنوية 79- ثانياً رفع الكفاءة المهنية للعمال 79- ثالثاً تنظيم الاقتصاد الوطني 80- تعزيز العلاقة بين الحقوق والواجبات 80- وإتاحة فرصة الحوار والتواصل لتحسين ظروف العمل 80- سابعاً تعتبر التعددية الحزبية إحدى المكتسبات التي حققها الشعب الجزائري في مسيرة البناء الوطني 80- ألف عجف الحزب السياسي 80- با 80- فيما يتمثل دور الحزب السياسي 80- الإجابة 81- تعريف الحزب السياسي 81- هو جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح 82- تسعى للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية 83- لتحقيق المصالح والمبادئ التي يتضمنها برنامج حزبهم 84- دوره تكوين الرأي العام 85- ترقية الحياة السياسية 86- تكريس الفعل الديمقراطي وتنظيمه 87- ترقية حقوق الإنسان 87- تشجيع المواطنين على الممارسة السياسية 88- توعية أفراد المجتمع بآداء واجباتهم وممارسات حقوقهم 89- تعزيز العلاقات بين المواطنين والدولة 89- تعزيز العلاقات Shiny diyet speaker 90 palmfort 90 palmfort 100 palmغط 90 palm testim 100 palm 11 palm 90 palm 80 palm 80 palm